الحسابات طبع البنك وكانها بالفعل مخفية على أحد ميزانية مصرف لبنان هي تماما متطابقة مع المعايير الدولية للبنوكة المركزية وبتستعمل ذات الأساليب اللي بتستعملها للبنوكة المركزية بالخالج بمصرف لبنان ما في معلومات مكتومة ولا إحادية في قرارات الإنفاق ويمكن أن يتمتع بها حاكم مصرف لبنان وأما القول بالعكس هو افتراء بيهدف إلى تضليل الرأي العام وإهامه بأن مسؤولية القرارات المالية بمصرف لبنان محصورة بشخص الحاكم شدد حاكم مصرف لبنان رياض سليمي على العمل لحماية استقلالية المصرف المركزي مؤكدا أن هناك حملة مبرمجة على البنك المركزي وفي تصريح مفاجئ قال سليمي هناك من يحاول تضليل الرأي العام عبر معلومات خاطئة لافتا إلى أن إجراءات البنك المركزي تأخذ بعلم وزارات المال وأوضح سليمي قائلا سلمت رئيس الحكومة في مارس التدقيق المالي كما أن وزير المالية تسلم أيضا تقرير حسابات الميك المركزي وفي حين أكد على شفافية الحسابات في البنك المركزي وصف الاتهامات بشأن سرية الإنفاق بالافتراء إلى ذلك قال حاكم مصرف لبنان أن السيولة القابلة للاستخدام 20.9 مليار دولار مشيرا إلى أن جميع الأرباح التي حققها البنك المركزي تم تحويلها إلى الحكومة وساعدت في تقليص العجز